الحقيقة أنا كنت مصممة أن أنا ما تكلمش فيه وكنتش عايزة أتكلم فيه ولكن فريق الإعداد وإحنا بنحترم رأي بعض إحنا اللي اتنين يعني نتناقش مع بعض في الحاجة الأول قبل ما نقولها هما كانوا مصممين إن أنا أقوله وأنا كنت مصممة إن أنا ما أقولوش لأن أنا ما بحبش أدي حد أكتر من حجمه ولا أكتر ولا بحب حد بلا حجمه وبلا وزن ياخد وقت من وقت البرنامج ده مبدأ لكن فريق الإعداد شايف إنه لأ الموضوع ده مهم ولازم نتكلم فيه فأنا هحترم رأيهم وهقوله في ناس كده بيكونوا خونا الخيانة في دمهم الحقيقة إن أنا دايما نسمع إن حد خان بلده أو حد خان صديقه أو حد خان قريبه كلام بيبقى بالنسبة لنا غريب جدا يعني إيه يعني تخوني أختك يعني إيه تخون أخوك يعني إنت شخص خاين يعني الموضوع تسيئيل قوي فما تخرج أصوات وأبواق أقل من أبواق أصوات أما تخرج أصوات عربية من قلب مصر ومن قلب تونس وغيرها في تركيا يقولوا إن الكيان الصهيوني اللي هم بيسموه إسرائيل طول كده ليه حق إن هو يدافع عن نفسه وإن حماس هي اللي ابتدت فهم من حقهم يخشوا يضربوا قطاع غزة ويموتوا الأطفال والمدنيين والعزل والناس الكبار في السن والمستشفيات والمدارس ويطاعوا عنهم بالكهرباء والمية ويضربوهم بأسلحة محرمة دوليا ويقضوا على طفولتهم ويختصبوا طفولتهم ونلاقي ناس من عندنا طلع بطول أصلحة أقوم بيدفع عن نفسهم دي خيانة خيانة وخيانة مبررة على فكرة مش غير مبررة مبررة إن هم في مصالح هم عايزينها في أهداف هم عايزينها عايزين يوصلوا لحاجة ده موضوع تمام؟ في نشطة اسمها داليا زيادة مصرية طلعت وصفة حماس بالمنظمة الإرهابية بتقول إن إسرائيل ليها حق الرد بسبب هجمة الطفان الأقصى طفان أعملوا الطفان الأقصى فهم بقى ليهم حق الرد إن هم يقصفوا يعني قطع أسا وعندنا واحد تاني ممثل تونسي يهودي اسمه ميشيل بوجناح تقريبا قال في تصريحات إزاعية إن سكان غزة لهم متضمنين مع حماس ومتضمنين مع المقاومة يبقى هما كمان خسائر جنبية ولازم هما يموتوا غير كمان مزيعة في قناة تركية في مرسلة في قناة تركية اسمها هابر تورك القناة اسمها هابر تورك المزيعة اسمها صايمة توكتاش وصفت حماس وطفان الأقصى بالإرهاب وإنه لازم يحصل كده في قطاع غزة وتركية سحبتها أو القناة سحبتها من القطاع من قطاع غزة لأنها كانت مرسلة هناك وقاموا بعقبها وجود ناس زي دي فستينا مؤلم حقيقي مؤلم جدا أستاذة داليا أستاذة داليا أنت مش شايفة الأطفال اللي بتموت كل ساعة وكل سانية وكل دقيقة شايفاهم ولا مش شايفاهم شايفة الأسلحة المحرمة دوليا اللي بتترمي عليهم كل شوية الجرحة ده خلولنا مش عارفين الأسلحة البيولوجية دي اللي عليهم إيه شفتي الفسفور الأبيض يا أستاذة داليا وبترمي عليهم ولا بشفتيوش شفتي المدارس اللي اضربت هي المدارس مقاومة هي المدارس إرهابية هي المستشفيات يا أستاذة داليا إرهابية المرضى اللي جوه معهم سلاح بيضربوا بيه الأطفال معاها سلاح بتضرب بيه الستات معاها سلاح بتضرب بيه انت شايفة اللي بيحصل حواليكي انت إزاي تقولي إزاي هل عند الناس دي أغراض أخرى دي مش أول حدثة لداليا زيادة بالمناسبة داليا زيادة كان عندها حدثة قبل كده برضو خصوص موضوع شبه كده يعني طلع تدفع عن حاجة غريبة كده والناس كلها دخلت هجمتها هجوم غير طبيعي الناس بقى دخلوا عليها وعلى اللي زيها هجوم مرعب طبعا هجوم مرعب ولكن انتو أهدافكو إيه انت عايزة توصلي لإيه أو غيرك اللي بيقول كده عايزين توصلي لإيه اللي عايزين توصلي لإيه عادة نتكلمش عليكي عادة في بعض النشطاء اللي بيدفعوا عن حاجات غريبة زي مثلا الناشط اللي يطلع يقولك إيه لأ من حق الناسب وشواز براحتهم كل واحد خر فده بيسمي نفسه ناشط وبيروح لمنظمات برا وأنا ناشط وتعبان وأنا بدافع عن حقوق الشواز الغلابة المساكين وانا بيدوني فلوس ده بيحصل كثير جدا وفيه يعني ملايين بتتدفع في السكة جدي خيانة 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 من بيتك من قلب بيتك خيانة